هاشتاغ مجزرة الغبيري الغبيري لمن لا يعرفها هي إحدى ضواحي أو بلديات الضاحية الجنوبية في بيروت المجزرة التي يتحدث عنها الهاشتاغ لم تكن بحق البشر إنما بحق الكلاب الشارد في تلك المنطقة من نفذ المجزرة كانوا أفرادا من المفرزة الصحية التابعة للبلدية قدموا طعاما فرحت به الكلاب وأكلته ثم تبين أنه كان مسموما استيقظ السكان في الصباح التالي على مشاهد الكلاب المقتولة الصادم أكثر في المشاهد كانت الكلاب التي ما زالت تحتضر نشروا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي شغلت الرأي العام اللبناني وهناك مشاهد قاسية بعد الحادثة نشرت جمعية حيوانات لبنان بيانا أكدت فيه رفضها لهذه الجريمة وتواصلها مع بلدية أعلنت أنها تواصلت مع البلدية وقالت قالت في نتواصل مع وزير الداخلية لإدانة هذا الإجراء واختارت جميع البلديات رسميا بأن هذا غير قانونيا وغير مقبول وكشفت عبير عدنان عضو جمعية بيتا للمعاملة الأخلاقية للحيوانات تقول أن الكلاب المقتولة ليست مسعورة كما ادعت البلدية وأضافت في تصريحات صحفية متصلون بالجمعية أكدوا أن هذه الكلاب ليست هجومية بل محببة وأن أشخاص عدة كانوا يقصدون مكان وجودها لإطعامها واللعب معها بلدية الغبير نشرت بيانا قالت فيه طبعا هذا البيان لفتت فيه إلى أن عناصر المفرزة قاموا بالعمل بمبادرة شخصية من دون أي أوامر صادرة عن رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة أعلنت أنه تم توقيف العناصر التي نفذت هذا الفعل وأحالتهم إلى تحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية والتأديبية بحق المخالفين منهم هاشتاك مجزرة الغبير انتشر كثيرا في لبنان المغردون تفاعلوا معه على كل المستويات نبدأ من مشهور لرئيس الجمهورية ميشيل عنقال فيه بصرف النظر عن الخطر الذي قد تشكله الكلاب الشاردة على سلامة المواطنين فإن طرق المعالجة متعددة وهي قطعا ليست في المشهد الذي تناقلته شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي وخصوصا بعد أن أقر مؤخرا في لبنان قانون الحماية وقر قانون حماية الحيوانات نشر هذه الصورة له مع كلبه ربما هذا الكلب لا نعرف ما اسمه المغردة لما لاوند تكتب بلدية الغبير تحاول وبطريقة مضحكة للغاية تغطية جرمها بنشر صورة طفل بـ 18 من عمره مدعية بأن كلب مسعور عضه كتبرير لعملها الشنيع ولكف إنكم تغرقون أكثر فأكثر هناك كليبات موثقة تؤكد أن الكلاب التي سممتموها أليفة مجزرة الغبيري محمد الموسوي دافعا رئيس البلدية بتغريدة قال فيها هناك من أراد أن يحرف ما جرى عن حملة إعلامية من حملة إعلامية ساقطة على بلدية الغبيري إلى نقاش حول حقوق الحيوان في الإسلام وهذا تذخر به كتب الأحاديث وكتب الفقهاء ولا جدال حوله وما حصل خطأ نحن نتكلم عن الإسفاف الأخلاقي الذي رافق ما جرى ندى بري تقول في تغريدتها اللي حطوا صور كلاب نسيوا أن الأطفال عم يتشقفوا كليوم أشلاء 90% منكم حط صورة ما حط صورة طفل منهم حرام الظلم بكل أشكاله بس يلبدو يكون إنساني وحساس يكون بكل شيء مش بس على الكلام ينضموا ليع عبر خدمة سكايب من بيروت سيفين فاخوري الناطقة الإعلامية لجمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوات سيفين مرحبا بك ما هي الوسائل البديلة التخلص من الكلاب الضال لغير الطريقة التي رأيناها في هذه الفيديوهات مبدئياً وعالمياً الحملية الوحيدة التي نشحت هي عملية TNR إذا هو يتخذ الحيوان مثل الكلاب تنخصب وترجع وتنرى محل ما هي موجودة لأنه القواس والتسمم حيث تحل الحل أزمة الحيوانات الشاردة ففيهم يسامموا يقتلوا ولكن على المدى الطويل وعلى المدى الأمد ما فيه غير هذا الحل السليم طيب بالنسبة هل هذا كان الحل الذي تتحدثين عنه هل هو متوفر بالنسبة للبلدية المذكورة أم هو بعيد فقط في الدول الأوروبية لا هذا حل فينا يندرس وبتخصصته ناس تشتغل عليه لحتى يتنفذ منه شيء خارج عن المعقول هذا الشيء حل سليم وطويل للأمد وبيخطف كمان لمناظر وحشية يعني فيه ناس كتير كانت بطرقات فيه وليد كانت بطرقات لما كانوا هيدو الكلام عم تنفق وعم تنكمل كميون هذا الشيء منه مقبول لا عرف ولا دين ولا أي شيء يقبل فيه أنا بحب بصرر هون أقول أنه مظبوط فيه ناس بقولوا تطلع على أي شيء تاني الموضوع يعتبر جريمة جزائية أم أنه فقط يعني مخالفة أخلاقية مدانة من المجتمع عمل لك هيدو بتصور القضاء هو القضاء المختص ويحكم فيه أشكرك عبر خدمة شكايب سيفين فاخوري الناطقة الإعلامية لجمعية بيروت للمعاملة الأخلاقية للحيوانات شكرا